كما التقى شكري بوزيرة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وخلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع لاستمرار العمل الوثيق بين البلدين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتنامية كما عرض شكري الجهود التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كما تبدل شكري مع نظيرته الفرنسية وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك منها الأزمة الأوكرانية والأوضاع في ليبيا